حكايتنا النهاردة بتحكيها بنت اسمها منا اللي بتحكي و بتقول انها تولدت في عائلة تتكون من ابي بيشتغل موظف كبير و ام بتشتغل في شركة و اخ اصغر منها منا بتقول انا طول عمري عايشة مبسوطة و مش شايلة هم حاجة كان اكبر همي المدرسة والدروس واللعب والمذاكرة زي اي بنت في سني و امها كانت بتعمل لها كل حاجة من الاكل اللبس حتى كانت بتحب تدفر لها شعرها و امها بتهتم بيها هي و اخوها محمود دايما بس كان دايما فيه مشاكل ما بين ابوها و امها خناءات كل يوم بس منا بتقول كنت شايف ان ده عادي اي بيت بيبقى فيه مشاكل زي كل البيوت اللي حوالينا بس اللي هم ما كانوش يعرفوه ان ابوهم كان يعرف واحدة و عاوز يتجوزها و كمان اموهم كانت عايزة تطلق من ابوهم علشان تتجوز مدرها في الشوق و كان ما بينهم مشاكل دايما لان بمعنى صح ما حدش بقى بايع التاني كل واحد فيهم شايف نفسه مع واحد تاني بس ما حدش كان معترف بدا لحد ما في يوم ابوهم اعرف ان امراتوا على علاقه بمدرها و قرر يريبها و اتأكد اتأكد ان هم بتقابلوا في بيت مدرها في وقت الشغل و واجهها باللي عارفو فاعترفت له بكل بجاحة انها بتحبوا مدرها و لازم يتطلقوا علشان تكمل حياتها معا و قرروا يتطلقوا و فعلا بعد العدة امهم اتجوزت من مدرها على طول و منا و محمود مكانوش مصدقين اللي بيحصل معاهم بقى معقول البيت اللي عايشين فيه اتفكك بالسرعة دي و فاجأة كده من غير حتى ما يعملوا حساب عيالهم عيالهم اللي بيحبوهم و متعلقين بيهم و لما الام اتجوزت جوزها شارت عليها انها تسيب الاولاد مع ابوهم لانه مش عاوز يربي عيال غيره و غير انه اصلا عنده عيال من مراته الاولانية و سايبهم مع امهم منا بتقول ان امها قالت لهم انتوا لو بتحبوني يسيبوني اتجوز ولو عاوزين بقى مبسوطة خليكوا عايشين مع ابوكم و انا هجيلكوا زوركوا كل شوية و مش هحسسكم باي حاجة و وفقوا الاولاد على امل ان امهم هتزورهم كل شوية و بعد شهر ابوهم كمان اتجوز اتجوز الست اللي كان على العلاقة بيها بس بعد ما عاشوا معاها شوية قالت لجوزها شوف صرفة في عيالك انا مش حمل زنهم و عرفهم و اقنعت ابوهم انه يجب لهم شقة جنبهم و يسيبهم فيها و فعلا اجر لهم شقة في نفس المنطقة اللي هو ساكن فيها و سابهم لوحدهم ساب بنت عندها 13 سنة و ولد 8 سنين يعيشوا لوحدهم يعملوا كل حاجة لنفسهم وبقوا الاولاد بيستنوا امهم تيجي و ما تجيش ولما يكلموها تردوا وتقول لهم انها مش فاضية علشان الشغل وبعد كده ما بقيتش ترد عليهم خالص وابوهم كل اول شهر يدفع الايجار و يسيب لهم فلوس و ما يسألش فيهم طول الشهر حتى لما يروحوا له بيته مراتوا اضايقهم لحد ما يمشوا و قرروا ما يروحوش هناك تاني و كانوا بيحاولوا يوصلوا لامهم و يروحو لها بس ما كانتش سايبالهم اي عنوان وبتحكي منه و بتقول انها كانت بتعمل اكل هي و اخوها محمود كان على طول بيتحرق منهم بس كانوا بيكلوا علشان هو ده اللي بيعرفوا يعملوه و مش هيعرفوا يعملوا غيره و كل يوم بيناموا هم بيعاياته و جعنين و مش فاهمين هم بيحصل معهم كده ليه و منا بتقول ان محمود كان بيسيب باب البيت مفتوح قبل ما ننام و لما سألته بتعمل كده ليه قال لها عشان ممكن ماما تيجي و احنا نايمين و تخبط علينا و احنا ما نسمعهاش و منا لما سمعت الكلام ده خدته في حضنها و قاعدوا يعاياته لحد ما ناموا حتى المدرسة ما بقوش بيروحوها و محدش سألهم انتو بتروحوا المدرسة ولا لا اصلا و بقيت حالتهم صعبة من الاهمال لان امهم كانت معاوداهم انها بتعمل لهم كل حاجة و فجأة بقوا مطلوب منهم ان هم يشيلوا مسئوليتهم و مسئولية البيت اللي ساكنين فيه حتى ابوهم بقى بيبعت لهم الفلوس مع حد علشان ما يشوفهمش لانه لما كان بيروح لهم كانوا بيعوضوا يعاياته و بيقلبوا الدنيا وللأسف ما كانش ليهم اي قرايب يروحوا لهم و في يوم محمود تعب و منا كلمت ابوها وقالت له على حصر قال لها تلاقيت جاله شوية برد ولا حاجة اعملي له اي حاجة دافية وهيبقى كويس بس منا قالت له ده شكله مش برد محمود ما بيتكلمش عمالي تريعش بس فقال لها خلاص بكرة هعدي عليكي علشان الوقت متأخر دلوقتي و جيه تاني يوم وقال لها انا مش فاضي النهاردة خليها بكرة و بقى كل يوم يعدي وهو يتهرب منها بحجة ان هو مش فاضي لحد ما منا لقيت محمود سكت خالص يتوفى بسبب اهمال اب وام اقل ما يتقال عنهم ان هم اتجردوا من انسانيتهم و راح لوهم ابوهم واكتشف اللي حصل وخدوا راح بيه المستشفى واكدوا له الوفاة زعل الاب شوية و ما بقاش عارف يعمل ايه كلم امهم و راح تلهم على المستشفى قاعدت عاية شوية وجوزها قال لها يلا نمشي علشان ازعل غلط على الحمل ما هي بقت حامل وخايفة على اللي في بطنها ومنا لما شافت امها قاعدت تتحيل عليها انها تاخدها تعيش معاها بس طبعا امها تهربت منها ورجعت منها تعيش لوحدها بس المرة دي من غير اخوها محمود اللي كان مهون عليها العيشة اللي عايشاها وبقت عايشة في البيت ما بين حزنها على محمود اللي سابها لوحدها وما بين حزنها على امها اللي مسألتش فيها وما بين حزنها على ابوها اللي نسيها اصلا فكررت انها تسيب البيت وتمشي لانها بتخاف توقع لوحدها وكررت تنزل الشارع وبقت تتمشى في الشارع وتنام في الشارع وتلمت على الأطفال اللي زيها اللي مرمين في الشوارع وبقت واحدة منهم بتقول بالرغم من أسوة الظروف اللي عاشتها في الشارع والجوء والبرد اللي أنها كانت فرحانة أنها عايشة في وسط الناس حاسة أنهم أقلتها أقلتها اللي تحرمت منها وطبعا علموها كل حاجة غلط ممكن تتعمل من سرقة لشرب ممنوعات لحد ما كبرت منها وهي في الشارع وخادت السكة الشمال وبقت للأسف فتاة ليل كل يوم مع واحد شكل مش علشان الفلوس بس كان دايما عندها عقدة نقص عايزة تحس أن في حد عايزها ومهتم بيها حتى لو كان لغرض مشبوه لحد ما في مزيعة عرفت حكايتها وكررت تقابلها وعرضت قصتها في البرنامج بتاعها والبلد كلها عرفتها وتعطفت معاها ومع اللحة صلى الله والمزيعة خلتها تتواصل مع أمها اللي قالت إنها هربت وما حدش عارف عنها حاجة من فترة كبيرة وإنهم كانوا بيدوروا عليها بس طبعا كل ده كلام فارغ من أول ما سامعت صوت أمها قعدت تعايت وقالت لها زمد محمود فرقابتك أنت وبابا ولو ربنا سامحكم على اللي أنتو عملتوه أنا عمري ما هسامحكم أنا بسببكم شفت الويل وشفت أيام ما يعلم بيها الله ربنا فأمها قالت لها أنا هاخدك تعيش معايا ونعوض الأيام اللي فاتت وتنسيها بس من ألت لها متأخرة قوي الجملة دي أنت لو آخر حد في الدنيا أنا مستحيل عيش معاكي أنا مليش أم ياريت قبل ما تفكروا في الانفصال تفكروا في عيالكم لأنهم ملهمش أي زمد في قراراتكم اتقوا الله في أولادكم